انا عرفك كل حاجة عن ميزة ميتا اي اي الجامدة جدا السلام عليكم ورحمة شباب عاملين ايه معكم ورجعنا لكم النهاردة فيديو جديد فيديو نهاردة ان شاء الله صديقي قوي جدا لان انا بكل بساطة هجاي عرفك كل حاجة عن ميزة ميتا اي 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 طبعا يا صديقي ميزة ميتا اي اي هي عبارة عن بوت بالزكاة الاصطناعي قادر انه يعمل لك كل حاجة وفيه اضافات جديدة اضافت فيه الاداة دي غير الزكاة الاصطناعي بتاع جوجل اللي هو جيمين اي وكمان شهد جي بي تي حرفين يا صديقي ميزة جبرة جدا زهرت فجأة في الواتساب وفي الماسنجر وكمان لهم ويب سايت على جوجل فانا النهاردة يشرح كل حاجة على كل المنصات وازاي تستفيد من الميزة دي باقصى استفادة ممكنة ولكن يا صديقي كلنا عايز منك لات انك تنزل تحت شترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان نصالك كل فيديو جديد عن المونتاج وعن التصميم وكمان تضغط على زر اللايك عشان الفيديو وصالك بعض عدد ممكن من الناس وبس كده شباب ويلا بينا على الشرح طبعا يا صديقي فجأة اني وبدون اي مقدمات الواحد فاتح سوشيال ميديا بشكل طبيعي زهر له اداة او ميزة فجأة ما يعرفش لي زهرت منين ودي بكل بساطة يا صديقي ما تسمى بميتا اي 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 شركة ميتا قررت اصدار زكاة استناعي علشان تنفذ بيه شات جي بي تي بالاخص وجوجل جيميناي طبعا يا صديقي هم البوتات الزكاة الاستناعي حاليا كانوا اتمين يا اما شات جي بي تي يا اما جيميناي ولكن يا صديقي بعد ما ميتا ومارك قرر انه يضيف حاجة جديدة وبيسهلها على الناس يعني كمان ضيفها في واتساب وفي موسينجر فبالتالي يا صديقي اعتقد ان شعبية الزكاة الاستناعي ده هتزيد بشكل كبير جدا وممكن كمان لو في حاجات جديدة تضافت على الاداة طبعا الاداة لسه متضافة بقى لها اسبوعين لكن الاداة قابلة للتطوير لفترة الجاية يعني الفترة الجاية هنشوف ادوات جديدة بتضاف الزكاة الاستناعي بتاع ميتا بطريقة فضيعة فلو يا صديقي اضافوا حاجات قوية ممكن تعدي شات جي بي تي وجي من اي بمراحل ضوئية فكل ده يا صديقي اللي احنا هنشوفه وكمان اعرفك ايه اللي موجود حاليا وازاي تستفيد بيه اقصى استفادة ممكن طبعا يا صديقي الميزة تضافت على الواتساب وفي الموسينجر زي ما هوريك كده يعني احنا اللي فتحنا واتساب هتلاقي طبعا يا صديقي السيركل دي او الدائرة الزرقة طبعا بتشير الى شركة ميتا هتلاقي موجودة تحت كده على ايدك الشمال هتضغط عليها هيصهر لك الشات ده زي ما انتشوف كده صديقي بكتوب ميتا اي اي تقدر بقى صديقي تسأله في اي حاجة حرفيا اي حاجة ولو ياكم مثلا نقول له مثلا اريد ان اعرف ما هو افضل تطبيق منتاج على الهاتف وتبعت له زي ما انتشوفين كده الشباب هيرد عليك برضو بالاجابات هيقول لك قول اجهزة الاندرويد انشوت باور دايريكتور فيلو كي مصدر وكمان قال لك اجهزة الايفون زي ما انتم شايفين بيقول لك معيه للاختيار سؤالة الاستخدام ادوات التحرير مش عارف ايه كده فانتهى الصديقي اللي عايز منه اي حاجة ممكن يقوله لك طب ممكن نقوله مثلا اريد مقال مثلا نقدي عن تطبيق كاب كات بعد اضافة ميزات سلبية بالشكل دا كده صديقي برضو هيجيب لك الكلام هجيب لك مقدمة الاضافات الحديثة هتكتم مثلا الاشتراكات الاعلانات طبعا صديقي شايف منت اقوه عارف ان اضافات كاب كات الجديدة اللي هي الاشتراكات انه هخط اه بيقول لك قدم التطبيق خط اشتراك لفتح المميزات الكاملة مما مما جعل بعض المستخدمين يشعرون بالاضطهاد المالي وكمان عندك في الاعلانات اضافة كاب كات اعلانات داخل التطبيق وده بيأثر على تجربة المستخدم زي ما انتم شايفينها اه جاب لك برضو النقاط السلبية الخلاصة المصادر كمان بيديك المصادر بتاعته وكمان توصيات بديلة بيقول لك ادوي برمير انشوت باور ديريكتور او فيلو زي ما انتم شايفين وبرضو يا صديقي ده قادر ينشئ لك الكلام ممكن تقول له كلام او كتابة ويعمل لك سور ولكن دي هنحتاج فيها اللغة الانجليزية يعني هتفعل وضع الترجمة وتكتب مثلا اريد صورة لقطة جنب كرسي في شارع واسع وصيارة حمراء بعدها مثلا اي حاجة بالزكاة الاصطناعي زي ما انتم شايفين كده هتلاقيه بيانشئ لك الصورة طبعا يا صديقي هنا حاجة بسيطة جدا جدا من الاضافات اللي موجودة على 100 اي اي على جوجل يعني كل ده هبل حرفيا هناك في على جوجل او على الويب سايد بتاعهم فيه مميزات تانية كتيرة جدا هقولها لكو دلوقتي ولكن زي ما انتم شايفين السورة هيتعملت بالزبط زي ما انا قلتله جاب لي قطة شارع واسع جنب كورسي وهناك فيه عربية حمرة تمام ولكن يا صديقي برضو حابب بقى لك على حاجة ان من ميزة 100 اي اي انه بيعمل لك السور بشكل واقعي وليس كرتوني يعني بكل بساطة فيه مواقع زكاة استناعية ممكن تعمل لك سور او ممكن تولد لك سور بالزكاة الاستناعية ولكن تلاقي القطة دي مش قطة تلاقي قطة كرتونية او مثلا تلاقي العربية دي مثلا عربية كرتونية او ممكن يعني لو جبت صورة فيها ناس هتلاقي صور الناس هنا بشر حقيقيين مش صور كرتون ودي ميزة حلوة جدا يا صديقي تمام هنا يا صديقي حاجة كده سيمبل علشان تقدر تستخدمها من سواء من واتساب او من ماسنجر نروح بعد ايه للتاني وهو جوجل كروم علشان نفتح 100 اي اي 100 اي يا صديقي انت اول ما تكتب بس في الزرش على جوجل 100 اي اي هيظهر لك الكلام ده بالشكل ده يا صديقي لو كتبت له برضو نفس الكلام اللي احنا قلنا هناك مثلا اريد ان اعرف افضل برنامج للمونتاج مثلا هنقول له اختيارات كاب كات ولا كين مصدر ولا ذي ان زي ما اكتب شافين بها شباب هنا هتلاقي الاجابات اكثر دقة واكثر احترافية وكمان السور فيها حاجة جمدة جدا زي ما انتم شافين يا شباب طبعا انسألتوا السؤال ولكن ما ردش علي باجابة دقيقة عشان زي ما قلتلك لسه الزكاة اللي استطيعها محتاج لسه اعادة تنسيق ومحتاج لسه اضافات جديدة عشان يرد عليك اجابات دقيقة زي شاة جي بتي مثلا الهم من كده صديقي انشاء السور على 100 اي على جوجل كروم لان بكل بساطة لو انت قلت له وريد صورة لقطة اه مثلا تجلس على كرسي وفي الخلفية سيارة كبيرة اه بجانبها كلب اي حاجة اي حاجة حرفين وقل له انا عايز الكلام ده المفاجئة الصديقي انه هيعمل لك اربع سور مش سورة واحدة وكمان لما يعمل لك الاربع سور هندخل جوه كل سورة وتقدر تعدل عليها بمزاجك زي ما انتم شافين كده يا شباب جاب لك السور طبعا مش عارف ليه فكر ان القطة كيت كات ولكن ما علينا هو عمل ان القطة كيت كات اه عملها الشوكالات لو دخلت بقى هناك كده يا صديقي على كل سورة عندك اختيارين فوق يا اما تعديل يا اما تحريك تعديل دي بكل بساطة انت بتقول له انا عايز اعدل ايه في السورة يعني مثلا بكل بساطة اريد هنا كده اريد قطة جنب الكلب بالشكل ده وتقول له بحس هيعمل لك يا صديقي بقى السور اللي انت اللي هو طلعها لك بالكلام اللي انت قلته ولو هيعدلك عليها بطريقة سهلة و بسيطة وفي دقائق بسيطة جدا زي ما انتم شايفين كده هنمضى المنتظرين اهو زي ما انتم شايفين كده يا شباب برضو ممكن تقول له من الجنب كده ريلود او اعادة تحميل هيعمل لك واحدة غيرها طبعا انا صديقي حتى الان علشان الموقع لسه جديد فكل حاجة في مجاني يعني حرفيا تصميم السور او الكلام او اي حاجة في حرفيا مجاني ولكن في حاجة هوريالك دلوقتي ممكن تخاف منها ايه هي ان هنا يا صديقي في ووتر مارك او علامة مائية انا مش عارف هل علامة مائية دي هتفضل موجودة بحيس انهم يعني لو انتم عملكت سور فهيبقى معروف ان دي من 100 ايه ايه ولا ايه دلوقتي كده وبعد كده هتبقى اجباري ولو عايز مثلا تشيرها هتشترك في اشتراك برو الله واعلم ولكن هنشوف الفترة الجاية زي ما انتم شايفين هنا زبطها جاب لك القطة على سيارة وكلب هنا ووحدة ست وزي ما قلت لك يا صديقي ملامح البشرية في الموقع بتاع ميت ايه اي جبارة حرفين يا صديقي جبارة ملامح دقيقة جدا طيب لو انت بعايز يا صديقي الميزة الجديدة وهي تحريك يعني لو انت عايز ان الصورة دي هي صورة سابتة لو عايز تخليها فيديو مكوى من اربع ثواني فقط بتدوس على كلمة تحريك بالشكل ده هتلاقي الصورة صديقي عندك هتتحرك دلوقتي حالا زي ما انت شايف كده صديقي هتنتظر لحد ما يحرك لك الصورة اهو زي ما انتم شايفين بص الكلب وكمان تعبيرات المرأة الاعدة دي ايه زي ما انتم شايفين بتضحك والدنيا جميلة عارفين يا صديقي الحاجات جمدة جدا 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 وقادر على انشاء حاجات جمدة جدا يا صديقي بالزكاة للصناعة ولكن طبعا الميزة ناقصة حاجات كتير جدا زي مثلا ان انت ما ينفعش تدي له صورة يعني ما ينفعش تدي له صورة زي شايف جي بيتي كل اللي انت ممكن تعمله تكتب له كلام دي اول عيب تاني عيب يا صديقي انك مش ينفع تكلمه بالصوت زي شايف جي بيتي ولكن يا صديقي اعتقد بمية في المية ان كل الادافات دي هتفضل موجودة الفترة الجاية وهتبقى موجودة الفترة الجاية علشان حرفيا ميتا اي اي ما تكونش اقل من اي ميتة زكاة صناعة تانية ما هو اكيد يعني مارك صاحب شركة ميتا مش عامل اداية زكاة صناعة علشان تكون اقل من الادوات الموجودة حاليا في السوق لأ بالعكس واكيد عامل اداية عشان تنافس الباقي فاكيد كل اللي عند الباقي هيكون موجود هنا في ميتا اي اي يا صديقي في زل الزكاة الاصطناعي المنتشر حوالينا في كل ناحية حرفيا الزكاة الاصطناعي بقى حاجة مهيمة على كوكب الارض واي حاجة ممكن تعوزها هتعمل بزكاة الاصطناعي بدغطة زر واحدة وببساطة فبالتالي يا صديقي انا متأكد ان 100 اي اي هيبقى لسا فيها تعداليات الفترة الجاية وابقى فيها اضافات وطبعا يا صديقي اي حاجة جديدة قوية اكيد هامل لكم عنها فيديو فعشان كده يا صديقي لازم تكون مشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان بصلك اي فيديو جديد عن المونتاج وعن التصميم وكمان تضغط على زر اللايك عشان الفيديو وصل لك برعدة الممكن من الناس ما تنساش طبعا تقول لك في التعليقات ولو عندك اي سبصارك تقول في التعليقات وارد عليك يا صديقي في اسرع وقت ممكن كان معكم يسفحة من قناة يوسف حسيم استاتيوز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته